أهلا بكم نبدأ نشرتنا من القرار الحكومي المرتقب يوم غد لتعديل أسعار بيع المحروقات في السوق المحلية لشهر آب حيث رجحت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي قبل أيام من اجتماع لجنة تسعير المحروقات بأن مؤشرات الأسعار تؤشر إلى احتمالية الارتفاع بمقدار قرش لكل لتر على جميع أنواع المحروقات الأساسية الوزيرة في تصريحات لنشرتنا قالت أن لجنة التسعير ستجتمع غدا لتحديد أسعار المحروقات لشهر آب استنادا إلى معدل أسعار النفط والمشتقات النفطية لشهر تموز والذي أظهر ارتفاعا مقارنة مع شهر نيسان الذي كان آخر شهر تنعكس فيه الأسعار العالمية على أسعار البيع المحلية للمحروقات بشهر أيار حيث لم يطرأ تغيير على الأسعار في شهر حزيران بعد وقف قرار الرفع بمكرمة ملكية وفي شهر تموز بسبب قرار الحكومة تأجيل التعديل إلى حين توضيح آلية تسعير المحروقات النشر الأسبوعية التي أصدرتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم أظهرت ارتفاع معدل أسعار خام برينت لأربعة أسابيع من شهر تموز إلى أربعة وسبعين دولار وثلاثين سنت للبرميل بنسبة وصلت إلى ثلاث ونصف في المئة عن معدل الأسعار في شهر نيسان الذي وصل إلى واحد وسبعين دولار وثمانين سنت للبرميل أما المشتقات النفطية الأساسية فأظهرت النشرة أن معدل سعر البنزين أكتان تسعين وصل في أربعة أسابيع إلى ستمائة وسبعة وثمانين دولار تقريبا مقارنة مع شهر نيسان الذي كان ستمائة وأربعة وستين دولار للطن أما البنزين أكتان خمسة وتسعين فقد بلغ معدل أسعاره في شهر تموز ما يقارب السبعمائة وثمانية دولارات في أربعة أسابيع بعد أن كان ستمائة وأربعة وتسعين دولار للطن تقريبا أما السولار فارتفع معدل الأسعار عالميا في أربعة أسابيع من شهر تموز إلى ستمائة وأربعة وتسعين دولار للطن مسجلا كان في شهر نيسان ستمائة وثمانية وعشرين دولار للطن الواحد أما الغاز المسال فقد حافظ على سعره خلال الأربعة أسابيع من شهر تموز عند تقريبا 566 دولار للطن وحافظ على هذا الارتفاع بشهر نيسان كان 471 دولار للطن الواحد واستطلعت كاميرا رؤية أراء المواطنين حول آلية تسعير المحروقات بعد شهر من محاولة الحكومة توضيحها وتصريحات وزيرة الطاقة قبيل اجتماع لجنة تسعير المحروقات المقرر يوم غد بأن التوجه لتسعيرة شهر آب ورفع الأسعار بمقدار قرش للتر بعرف أنه كل شهر بزيد المحروقات ليش ما بعرف بعرف أنه في زيادة أما أنه في نقصان هذا من المستحيل غير هيك بعرفش الشيء طبعا آلية مبهمة آلية غير واضحة آلية مزاجية مزاجية أي وزير حكومة جباية حكومة ضرائب تنكت البنزين بتوقع أنها تصل بثلاثين نيرا على الأردن بنشريها بسبعة عشر دينار فهذا الظلم اللي واقع علينا إحنا الأردنيين الشعب المظلوم مع حكومة الجباية يعني أسلوب جباية فقط لا غير أما له موضوع الارتفاع مع بترول ولا نزول بترول بدهم يرفعوا برفعوا بدهم ينزلوا وبنزلوا طبعا نزول ما فيه أكيد نزول ما راح ينزل بدهم يرفع برفعوا الشعب عطراض الشعب حكاش الشعب معكاش بدهم يرفع برفعوا ما وصلت الآلية يعني هو بنودها كتير اللي محطوطة وغير مفهومة غير واضحة مع أنه الأسعار تمخفض عالميا إلا إحنا عمالها بالزيد كل ما بيها مش ببين ولا إشي يعني مش عارفين لا ليش مش موضحين لا في طبع أخوة ومش عارفينش منها القصص هو الدواوين هاي كانت هذه بعض آراء المواطنين وبالانتقال إلى خبر آخر أظهر تقرير دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع أسعار تجار الجملة في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2 و3 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017 التقرير أرجع السبب إلى ارتفاع أسعار مجموعة بيع المركبات ذات المحركات وأزائها والدراجات النارية بنسبة 8.5% ومجموعة تجار مواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.6% ومجموعة بيع منزوجات الألبسة والسلع الشخصية والمنزلية بنسبة 2.1% في حين انخفضت أسعار مجموعة سلعية أبرزها مجموعة تجار بيع الآلات والمعدات ولوازمها بنسبة 5.3% ومجموعة بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها بنسبة طفيفة كشفت هيئة الاستثمار آخر التطورات على قرار منح الجنسية الأردنية للمستثمرين إضافة إلى الإقامة الدائمة الصادر في شهر شباط الماضي بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير الاقتصاد وتوفير فرص العمل هيئة الاستثمار قالت في بيان صحفي إن 6 مستثمرين حصلوا على شهادة التجنس والصادرة من الأحوال المدنية بينما 15 مستثمرا استوفوا كافة الشروط للحصول على الجنسية سبعة منهم من خلال إنشاء وتسجيل مشروع استثماري وطلبان من خلال شراء الأسهم والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة وستة طلبات من خلال الإيداع والشراء لسندات الخزينة في البنك المركزي فيما طلقت لهيئة مئة طلب للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة تنوعت بين جنسيات عربية عراقية وسورية وحملت وثائق سفر وجنسيات أجنبية بهدف مساعدة طلبة التوجيه على معرفة احتياجات سوق العمل قبل اختيار تخصصاتهم أو تخصصهم الجامعي أطلق ملتقى الجامعات الأردنية أكبر كالرفنال نوعي على مستوى المملكة للتخصصات الجامعية عينك على المستقبل في محافظة العقبة ويهدف بحسب القائمين عليه إلى تغيير ثقافة التفكير في اختيار التخصص وفقا لميول الطالب ورغبته بالإضافة إلى زيادة الوعي لدى طلبة الثانوية العامة في اختيار تخصصاتهم الجامعية دون الضغوط التي تمارس عليهم من قبل الأهل في بعض الأحيان واستعرض المنظمون للكرنفال أبرز التخصصات المطلوبة لسوق العمل بالإضافة إلى تعريف الطلبة بكيفية تنمية مهاراتهم الحياتية واختيار التخصص الجامعي المناسب هذه المبادرة بتهدف إنها الدل طلاب التوجيهي اللي طالعين على الجامع على تخصصاتهم وتخليهم يفتحوا شوي ويغيروا ثقافتهم على إيش في تخصصات بدل العلمي والآدبي أو بدل مثلا الطب والهندسة شو في أشياء جديدة ممكن هما يدخلوها سوق العمل وواقع احتياجاته هل فعليا إذا دخلت هذا التخصص بعد أربع ولا خمس سنين هل فعليا رح ألاقي أي وظيفة أو أي عمل في هذا التخصص اللي أنا دخلته أنا سمعت عن الكرنفال هذا عن طريق الفيسبوك طبعا إحنا طلاب توجيههم خلصين جديد وكل طالب توجيهي بكونوا في حير إنه شو التخصص اللي بدي يدخله وشو طبيعة التخصص وهل هذا التخصص أحسن هذا تخصص مطلوب أو مش مطلوب اسمعنا أن هذا الكرنفال رح يفيدنا بكل الشغلات هذه أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنه لا يوجد لديها موظفون يقومون بمهمة تحصيل الأموال لصالحها وحذرت الوزارة في بيان صحفي المواطنين وكافة المنشآت الاقتصادية من التعامل مع أشخاص يدعون أنهم يعملون في الوزارة بوظيفة محصل بهدف الحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة وعوضحت الوزارة أنها لا تقوم بتحصيل الأموال بهذه الطريقة وأن من يقوم بذلك يندرج ضمن أعمال النصب والاحتيال أكد وزير الخزان الأمريكي أن أداء الاقتصاد الأمريكي يسير على سكة النمو السريع والمستدام بعد تحقيق نمو بلغت نسبته 4.1% خلال الربع الثاني ويستعد البنك المركزي الأمريكي لعقد اجتماعات حول سياسته النقدية لتحديد سعر الفائدة فيما إذا كان ستطرأ عليها زيادة أو الإبقاء على مستوياتها الحالية وأكد خلال تصريحات صحفية أن البنك المركزي الأمريكي يتمتع باستقلالية مطلقة ردا على مخاوف أثارتها تصريحات مفاجئة للرئيس دونالد ترامب مؤخرا حول خطوات لمجلس الاحتياطي الفدرالي لرفع سعر الفائدة رغم ما حققه الاقتصاد هدد العاملون بمطارات تونس بالإضراب في ذروة الموسم السياحي ما لم تلب الحكومة مطالبة بتحسين أوضاع العمل ويطالب العاملون بزيادة الأجور وسط مطالبات صندوق النقد بخفض أعداد العاملين في الجهاز الإداري المتضخم للدولة فيما يرفض المسؤولون الحكوميون رفع الأجور وقال العاملون أن الإضراب سيكون في أول يومين من شهر آب ويأتي احتجاجا على عدم احترام السلطات لالتزاماتها بعد الاتفاقيات السابقة ويهدد الإضراب بإلحاق ضرر بقطاع السياحة بعد أن حقق مؤشرات إيجابية خلال ستة أشهر الأولى من العام الحالي